استشهد مدنيان أحدهما طفل وأصيب اثنين آخرين بانفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوثي الإقلابية بمديرية نعمان بمحافظة البيضاء وأكدت مصادر محلية استشهاد الطفل علي الصالح هي العواضي 14 عام وصالح العبش العواضي وإصابة آخرين بإصابات بالغة جرى انفجار أحد الغاملة زرعت ميليشيا الحوثي في منطقة الفليح ويذكر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة قد تمكنت من منتصف العام الماضي من تحرير مديرية نعمان بشكل كامل بعد تحرير عقبة القنضع الاستراتيجية وصولا إلى منطقة الغول آخر مناطق مديرية نعمان وجبهة فضحة بمديرية المناجم